وزير الخارجية يتواجه إلى الرياض ترأس لجنة تشاور سياسي بين مصر والسعودية الأمم المتحدة تحذر من مجاعات بسبب كورونا وتطلق نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار بريطانيا تعلن احتمال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري الثانية ظهران الثانية تعشرت في جرانات شامو جزون إخباري جديدتكم من القاهرة أهلا بكم يتواجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى الرياض لترأس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية وبحسب بيان وزارة الخارجية سوف تشهد أعمال اللجنة حوارا معمقا بين البلدين الشقيقين حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وصبر التعاطي مع تطورات المتسارعة في الملفات الإقليمية والدولية وأشارت الخارجية إلى أن الاجتماع يأتي تأكيدا على تضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام فضلا عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لأفاق أرحب بما يعكس توجهات القيادة السياسية في البلدين وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة بكل حزم مطالبا بالتجديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وذلك في أول أيام تطبيق المواعيد الجديدة ونشد وزير التنمية المحلية أصحاب المحال والمطاعم والورش والكفيهات والأعمال الحرافية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكدا أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 والتي طالت عشرات ملايين الأشخاص فيما تلوح في الأفق نظر مجاعة عدة وقال مارك لوكاك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة إن تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم في العام 2021 قدر أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2020 قالت وكالة أنتي فيا الألمانية أن تركيا تشهد حاليا تسونامي إصابة بفيروس كورونا وأشارت إلى وجود شكوك لدى المجموعة الطبية أو الجمعية الطبية التركية بشأن أرقام الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا حيث تفترض وجود ما لا يقل عن 50 ألف حالات إصابة جديدة يوميا وربما أكثر في حين تشير الأرقام المعلنة إلى إصابة 30 ألفا يوميا بالفيروس وذكرت الجمعية التركية أن المستشفيات الحكومية تعاني أمام الحالات الحارقة مع امتلاء وحدات العناية المركزة بالمرضى على الرغم من أن وزير الصحة التركي قال أن معدل إشغال العناية المركزة يزيد قليلا على 70% ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سلطة الإثيوبية السماحة لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إيرتري في إقليم تيجري بشمال البلاد حيث يعتقد أن الطعام قد نفذ هناك خلال الصراع المستمر منذ شهر وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة صحفية في جناف إن سبب قلق المفوضية هو السماع عن الهجمات والقتال قرب المخيمات فضلا عن الخطف والإبعاد القسري مطالبا بأن يتاح لهم الدخول إلى الإقليم ورؤية ما يحدث هناك قال مايكل جوفا الوزير المعني بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بورد جونسون إن هناك احتمالا بأن تنتهي محادثات التجارة ضمن الخروج من الاتحاد دون توسل الاتفاق وهو الكابوس الأخير لأزمة بريكزيت والمستمرة منذ خمسة أعوام وقال مستشار دوقية لانكستر جوفا لقناة اي تي في أن بريطانيا كثفت عملية تفاوض ولكن من المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته أيضا مشيرا إلى أن هناك احتمالا لعدم توسل الاتفاق من خلال التفاوض وأنه على قطاع الأعمال بالبلاد الاستعداد لجميع الاحتمالات نهاية الموجز وختاما نحيط عن مساعدة المشاهدين بأن تردد أكشن يوز أتجيهو 12303 معدل الترمي 27500 ومعامل استقطاب أفقي كنت معكم أنا فيروز مكيدوم تمسالين اشتركوا في القناة